محاولات الحصول على أسلحة متطورة من الغرب لتحويل دفة الصراع ضد القوات السورية لم تتوقف من جانب المعارضة فقد وصل إلى باريس رئيس الائتلاف أحمد الجربة الذي انتخب حديثا في محاولة لإقناع الفرنسيين بتقديم مساعدات عسكرية الجربة استحب معه وفدا يضم قائد الجيش الحر اللواء سليم دريس للاجتماع مع مسؤولين فرنسيين من بينهم الرئيس فرنسوا أولوند الزيارة تبدو محاولة من جانب الائتلاف السوري المعارض لتطمين الفرنسيين من أن أي أسلحة تقيلة لن تسقط في الأيد الخطاء وهي مخاوف لطالما أبداها الغرب من مغبة وصول هذه الأسلحة إلى إسلاميين متشددين ومن بينهم جبهة النصرة الجربة سيصل إلى نيويورك الجمعة للاجتماع مع عضاء مجلس لامن قبل أن يعود إلى زيارة بريطانيا وألمانيا لاحقا واشنطن من جانبها أكدت أنها ستمد يد العون للمعارضة السورية للوقوف في وجه نظام الأسد التي قالت أنه لن يحكم سوريا في المستقبل ليس هناك شك في أن الأسد بمساعدة إيران وحزب الله يستمر في شن هجوم وحشي على الشعب السوري وتصاعد هذا الهجوم مؤخرا لفضل المساعدة التي تلقاها من هذين الطرفين لهذا فمن المهم أن تمد الولايات المتحدة وحلفاؤها المعارضة بالمساعدة التي تحتاجها لتقوية نفسها والرئيس كما أوضح مؤخرا أنه مبتزم بتطوير المساعدة الضرورية للمعارضة قضية مد المعارضة بأسلحة نوعية متطورة طال الحديث فيها حتى أن الجيش السوري الحر أعلن من قبل في أكثر من مناسبة أنه حصل بالفعل على بعضها لكن الموقف المعلن من الغرب أن هذه الأسلحة لم تصل بعد إلى المعارضة التي تبدو عطشة لها ترجمة نانسي قنع